رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال من حساب محمد ديودار ليه بقول من حساب من حساب ما بقولش اسم صاحب الحساب لان حاجات اوقات كتيرة بيبقى الحساب باسم رجل وبعدين يجي بعد كده السؤال من سيدة فالافضل ان احنا نقول من حساب من حساب محمد ديودار بيقول ما حكم سيادتكم في مكاسب التجارة بنسمة 100% او ده واضح ان السؤال ده بقى ما لازم انت وبتفتي تكون مركز مركز في ايه هو السؤال ده مين اللي سأله عشان كده تشوف بقى ده ده تفهم بقية السؤال يقول ايه ما حكم سيادتكم في مكاسب التجارة بنسبة 100% واحتكار السلع وتزويد سعرها ده واحد بيسأل عشان يقول لواحد تاني انه هو بيعمل حاجة حرام لا تعال نسأل نبص اولا اولا ان الشرع ما جايش عشان يحدد نسب ليه للربح مدام الربح ده ربح وصل ليه لانسان بشوية امور بعدم الغرر الغرر يعني ايه انه هو يضحك على حد او يستغله او انه هو يخفي عنه معلومة جيدة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلومة مهمة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جيه وحط يده في التمر فلقى الطمر من جوه ايه اللي حاصل طمر بايز فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قاله ايه لماذا لم تظهر هذا فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له من غشنا فليس منه يبقى اذا كان المكسب ده جيه من غير غش ومن غير خداع ومن غير اي تلاعب فالمكسب ده حلال يطلع والله مش مية في المية يطلع ميتين في المية ده مفوش مشكلة ليه في اوقات بيبقى المكسب ده مكسب حقيقي مكسب الشخصي ده ما عملش اي حاجة غير انه هو اخترع اختراع فباعه فالمكسب بتاعه جاي له خمس ستة اضعاف الفلوس ده عمل بيها هذا الاختراع اه يا جوز فالمكسب ملوش حد معين لو بعده يبقى حرام لا مفيش الكلام ده خالص واي حد يقول له غير كده يبقى راجل مش فاهم احكام شرعية طيب بس حد بيقول بقى طب وانت ايه رأيك بقى في الشخص اللي ايه اللي بيقوم بالاحتكار في السلع ويزود سعرها لو كانت السلع دي من السلع الضرورية وهو احتكرها يبقى المحتكر ملعون بس هو يعني ايه احتكرها يعني لازم نعرف ان مش كل حاجة الشخص بقى هو اللي بيبيع الوحده تبقى اسمه احتكار يعني فكرة ان فيه وكيل اللي بيع مسلا سيارات او وكيل اللي بيع قطع غيار ما تلاقى هاشغل عند فلان ده ده محتكر الجواب لا ده مش محتكر ده عنده توكيل وكأن الشخص قال له انت تكون وكيلي في بيع السلع دي يبقى مش كل شخص هو الوحيد اللي بيبيع حاجة يبقى اسمه محتكر لكن المحتكر ده اللي يحتكر في القوت لكن واحد ما يحتكر بيع سيارات غالية الثمن ده مش مش احتكار لان انا ممكن استغني عن المسألة دي مش ده المحتكر اللي لعنه حضرة النبي لكن المحتكر هو اللي بيحتكر في القوت لان السلع الاخرى اللي انا ممكن استغني عنها لا انا ممكن استغني عنها مش لازم يعني فيبقى عشان كده لازم نوضح ما نحن نكلم عن المحتكر ده يبقى المحتكر الملعون ده اللي بيحتكر السلع الضرورية في حياة الناس مش لازم السلع الضرورية تكون في بس القوت يعني مثلا الناس دلوقتي عندهم مشكلة انهم متحتاجين مواتير مية في وراء ومش عارفين ان يعيشوا والمية والمية عندهم مشكلة فيها او محتاجين اجهزة كهرباء او محتاجين كذا او محتاجين كذا والراجل ده بياخد ده ويتلاعب بحاجة الناس يبقى المعيار هو اه في الفقه كان بيقولوا ان الاحتكار بيكون في القوت بس كمان احنا خدنا من المسألة دي انه الاحتكار في سلع ضرورية الناس يحتاجون اليه فحد يتلاعب بحاجة الناس هو ليه المحتكر ملعون لانه بيضيق نعمة ربنا على الناس لان المحتكر ده ربنا سبحانه تعالى رزق الناس رزق واسع وهو بيضيق عليهم وعشان كده المحتكر ملعون ولما ساعتها الشخص ده يكون في بي بيعمل الاحتكار ده على الصورة اللي احنا قلناها وبيزود في الاسعار لا الشخص ده بيرتكب حرام وبيرتكب اشياء تعود عليه بمحق بمحق البركة ان ربنا ينزع البركة من اموال ولزيك يتقل الله سبحانه تعالى الشخص اللي ممكن يكون بيعمل الكلام ده